استقبلت حديقة حيوان بن سويف ألاف الزائرين منذ بدء احتفالات عيد الفطر المبارك استعدادات مكثفة لوضع خطة لتدليل العقبات أمام الزائرين ولمواجهة أي زحام داخلها بالإضافة لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين المترددين على الحديقة وسط أجواء من الفرحة والبهجة استقبلت حديقة حيوان بن سويف نحو عشرة ألاف زائر منذ بدء احتفالات عيد الفطر المبارك الحديقة وضعت خطة قبل عيد الفطر المبارك لمواجهة أي زحام داخلها بالإضافة لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين بنعمل كل جهدنا علشان نوفر سبل الراحة والسعادة للسادة المواطنين كل سنة والجميع بألف خير وعيد سعيدة على الأمة العربية كلها إن شاء الله كما تم التنسيق مع مدرية الطب البيطرية للكشف على الحيوانات والتأكد من صحتها وتركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزائرين أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة احنا هنا في حبكة الحيوانات ومستمتعين آخر استمتاع أحلى فرحة هنا والله عيد الفطر الرابع السنة يجي هنا يتمنى الناس كلها تيجوا تشوف الدنيا هنا وربنا يجعل السنة سعيدة عليكم كل عام وتبخير وربنا يحمي مصر وشعب مصر كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة عليكم ودي رب إحسانة نيجي تجنينا هنا وفيها حاجات كويسة في صراحة جد بسطنا أوي النار جهود مميزة بذلت وتبذل لمواجهة كل العقبات وتوفير تجربة مميزة في حديقة الحيوان في بني سويف لخدمة المترددين عليها والاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط أجواء من البهجة والفرحة